بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدام يا سادة احنا عندنا جليس ينطبق عليه جدا جدا الجليس الحسن لما بيبقى موجود في حياتنا بيبقى زي ريح المسك كده بيريح الناس وبيخلي الناس في حالة سعادة وهنا ولما يغيب عديك يعني ايه عديك؟ يعني ان شاء الله يكون دا في عدوك ما يكونش عندنا الجليس دا هو ايه؟ هو التكافل هل احنا محتاجين نتكلم عن التكافل دلوقتي؟ اه لان احنا محتاجين نتكلم عن التكافل من وجهة نظر تاني احنا محتاجين نتكلم عن التكافل لان التكافل في الحقيقة دلوقتي مش فلوسه بس ده فيه تكافل تاني من أهم أنواع التكافل في اللي احنا فيه ده وهو التكافل في المشاعر عارفين التكافل في المشاعر ليه؟ عشان لسه شايفين حد للأسف ملقاش حد بيتكافل معاه فأنا حياته ومع أن احنا عندنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكلمة الطيبة صدقة صدقة يعني ايه؟ بتقوم بالدور التكافلي اللي بتقوم بالصدقة ولزيك قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يعني ايه؟ يعني لو كان في حد مش قادر يقدم الصدقة يقدم القول المعروف والمغفرة والعفو والتغاضي عشان الناس ما تتجعش ويتحملوا أكثر مما يتحمل التكافل أحلم فيه أن الحاجات التقيلة بنشيلها مع بعض ولذلك من صور التكافل مع بعض المؤسفة في الأحزان حاجة تقيلة بس كمان في التكافل كمان التهنئة في الأفراح لأن ساعات الأفراح ما بتحلوش غير لما يكون الناس متكافلين زي ما جاي في الحديث الشريف المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضوه بعضا يبقى إذا عندنا تكافل معنوي بالمشاعر والدعم وتكافل حسي بالمال والمسندة يبقى إحنا كده أيمين بواجب التكافل بحق في بعض الناس في الحقيقة مش عايزين يقوموا بالعمل ده بالصورة الحقيقية بالصورة المتكاملة دي فبيستبدلوا التكافل المعنوي بشوية فلوس بيضفوها وبيزودوها ويفتكروا كده أنهم ايه وزنوا المسألة الحقيقة ده مش صحيح أولى الناس بهذا التكافل هم أهل البيت أهل بيتك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وبعدين الجيران الدواير بقى أنا بسميه بسميه دواير التكافل أول دايرة من دواير التكافل المنزل الأسرة وبعدين بعد كده ايه الجيران وبعدين الأرحام والأصدقاء كل دي دواير تكافل هل بقى بتختلف الفئات المجتمعية في التكافل آه في فئات أكثر احتياجا للتكافل اللي هي ايه بقى كبار السن ما في الشك والأطفال والنساء وذو الهمم ولعل دا يظهر في أصدق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في الضعيفين النساء والأطفال ليه؟ لأنهم بيحتاجوا تكافل أكثر ليه؟ لأنهم تفهين أبدا دا الأطفال أجمل ما فينا والنساء هم معنا ورمز الرحمة والخير والجمال يبقى كده احنا مش بنكفلهم وضعفهم دا مش معنا كده إنهم عالة لكن ضعفهم معناه إنهم بيحتاجوا مزيد من التكافل وعشان كده حضرت النبي برضو في الحديث قال ليه؟ ليس منا ما لم يوقر كبيرنا بحتاجين تكافل الناس لما بتكبر بتحتاج إن حد يحسسها بإن هي بزلت للمجتمع وربت وكبرت فلازم فيه تكافل وذلك في القرآن فيه آيات ملهاش حصل في مسألة التكافل بتحسين على التكافل منها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تكافل ومفهوم البر هنا الأغلب فيه فيه مفهوم التكافل المعنوي وحتى لو فيه جزء حسي لابد إن احنا ناخد الجزء الحسي دا ونكفله ونضعه في التكافل المعنوي وذلك من أعظم وصائح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتحس على التكافل قوله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له تذكروا قوله تعالى كلمة الزاد في القرآن وأتزوده فإن خير الزاد التقوى بس التقوى دي إيه دا؟ التقوى دا معنوي يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى التقوى دا زاد يبقى إحنا لازم نشوف دا بشكل واضح في حياتنا إن إحنا كثير من الأحيين من عنده فضل زاد إيه فضل زاد يعني إيه؟ لسه عنده أمل في ناس خلاص متكسرين محبطين عايشين بلا أمل عايشين الحياة مش يوم بيومها عايشين الحياة والحياة هي اللي بتجرهم أقول لكم حاجة إحنا ليه تكلمنا النهاردة عن الحاجة دي؟ عشان أنا شفت ناس كتير بيحسوا إن الحياة أنا آسف في التعبير العامي دا بتسحلهم ومحدش بيجي يحميهم حسين إن هم عايشين لوحدهم عايشين إن هم مفيش حد لا بيسمعهم ولا بيقرب منهم فبيعيشوا كأنهم كالأموات إحنا متصورين إن التكافل دا لو ما حصلش أقول واحد يسترجل أقول لكم حاجة مش في كل الأحوال بتبقى المسألة لما واحد يحتاج لتكافل إن هو ضعيف ومحتاج يقوّ إيمانه أو إنه ضعيف ومحتاج إن هو يشتغل شوية أبدا لو كان دا كل أنواع التكافل إن الناس عايزين يسترجلوا ما كانش الشرع الشريف طلبنا إن إحنا نتكافل حضرت النبي قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة على فكرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع تاني من اليوتم هو يؤت من الأحبة إن واحد حاسس إن هو ما عندوش أحبة ونزاك دي من الصداقات الجارية ومن الحاجات اللي تعمر للقلوب إن أنت تروح لحد وما له الزنب يعني إن الناس كلها شايفينه إن هو مش مهم في حياتهم فحاسس إن هو بينزاوي 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 لغاية ما وصل للإكتئاب ده محتاج كفالة وهذه من أعظم أنواع الكفالة إن أنت تكفر قلب إنسان إن أنت تكفر خاطر إنسان للأسف الجران النهاردة ما عادوش بيعيشوا بروح التكافر زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم نحن نشوف بيوت جيران بيموتوا بيموتوا من الوجع بيموتوا من الوحدة وما حد تسأل فيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين وهو ربع من الأنصار وربع من أهل المدينة بسبب تكافلهم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الخلق ده في الحديث الشريف اللي قال في صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا يعني إيه فني زادهم في الغزو أو قل طعامهم وعيالهم بالمدينة يعني سواء بص سواء حديث شو بالحديث دقيق إزاي إذا أرملوا يعني قل الزاد وهم ماشيين في الغزو أو قل زادوا عيالهم في المدينة يعني إيه اللي حاصل سواء كانوا في الحرب أو في السلم دي عادة عندهم ده خلق عملوا إيه بقى الأشعريين بقول حضرت النبي جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد سعدوا لك في النطحن ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية يعني إيه اللي حاصل جمعوا كل اللي عندهم في حاجة زي كده وقسموه إحنا عشرين كل واحد ياخد بالسوية يقسموه على عشرين نفر منهم بالسوية فهم مني شوف بقى شوف المكانة العالية بقى لأهل التكافر فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم وعشان كده لازم نفهم المسألة بهذا الشكل في عاد سيدنا وبكر حدث قحد وقدم لسيدنا عثمان أرفل ألف راحلة بر وطعام فجاء التكار نشتري منك بكذا نشتري منكم بكذا كل محد يقوله تمن يقوله يعني يعني أعطوني تمن أكثر من ذلك قالوا أعدوا يعددوله العاشرة باثناشر ولغاية ما وصله فقال أعطوني فوق ذلك لغاية ما وصل إلى إيه له مين لديك أكثر من ذلك فتلقوا له تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أم سالئة يبقى إيه اللي حاصل يبقى وهو راضي راضي بده راضي بده يعني إيه يبقى هو حاسس بإيه بإن هو حصل على ما يريد ليه لأن الناس هنا تكافلوا وزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن الحسنة بعشر أم سالية وقد تصل الحسنة إلى 700 ضعف يبقى ورح سيدنا عثمان أشهدهم رضي الله عنه على أنها كلها صدقة على فقراء المدينة فمعدن الناس الحقيقي وكرمهم بيظهر في الأوقات الصعبة والتكافل ده بيحصل فيه حاجة غريبة أوي إن التكافل ده قبل ما يقع في قلوب اليتامة يتامة إما يتامة الأهل أو يتامة القلوب خلوا بالكم قبل ما يقع في إيد الفقير فقير الإحساس المليان وجع واللي مليان تعب قبل ما صدقتك بالكلمة الحلوة اللي هتصدق بيها زي بالضبط قبل ما القرش اللي أنت هتدهوله قبل ما بيقع في كفه قبل ما بيقع في كف قلبه بيقع في أمين الرحمن حضرت النبي اللي قال كده من تصدق بصدقة من كسب طيب إلا حاصل ولا يقبل الله إلا طيبة يحصل إيه كان إنما يضع في كف الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصيرك الجبال تيجي كده يوم القيامة تلاقي جبل من الحسنات جبل جبل يوصلك إلى مقام عالي رفيع ليه؟ لأن أنت تصدقت ولذلك الله سبحانه وتعالى كريم ودود ولذلك أنت لازم تعرف ده بشكل صحيح إحنا يا سادة لازم نعرف ونشوف إيه اللي ممكن نعمله عشان نزود ده في قلبنا إحنا التكافل يا سادة في حاجات مهمة جدا لازم نعرفها أن كل محاد فينا بيعيش بالتكافل إيه اللي بيحصل؟ بيحصل له مدد من ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيأبي هو أمي المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان في حاجة أخي اسمع بقى البشر كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيام إيه الجمال ده؟ ولذلك إحنا لازم نفهم أن التكافل بهذا المعنى بيخلي الحسنة بعشرة أمثالها فلازم نفهم ده عشرة أمثالها يعني إيه؟ تكل حياتك يعني ترق فيها النعمة ياللي أنت حاسس أن أنت لوحدك قادت تكفل حد تاني أنا أقول لكم حاجات مجربة وتعالوا نجربها مع بعض ياللي أنت حاسس بالوحشة روح أكفل قلب حد هو كمان حاسس بالوحشة ما رأيت شيئا يذهب وحشة الإنسان ووحدته قد أن الإنسان يذهب وحدة إنسان ووحدته صحيح العربي بيقول أن المصائب يجمعنا المصابين بس أنا بقول حاجة تانية إن التكافل يجمع الناس على أمان الله دخل واحد في أمان الله دخل واحد في أمان الله ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو كان المعروف اللي أنت بتعمله ده كلمة طيبة حتى لو كان ابتسامة الشخص هو بيقول لك بص الكفالة الشخص هو بيقول لك أنت تتفتكر أن أنا عبقى إنسان كويس ابتسم وقول له أكيد لأنك عبد من العبيد والله قال أليس الله بكافر عبدا يا الله على أثر هذه الكلمة في نفس هذا الشخص يبقى أول حاجة يا سادة ما تجيش تقول ما عنديش طاقة عشان أدي الحد أنا أقول لك حاجة إذا أردت ما فوق الطاقة فكون أنت فاتحا لباب المدد على أحد من المحتاجين أمده كن سبب في مدد ربنا اللي بيوصل إليه ما تستهنش بدأ أبدا يا سادة إحنا عندنا ناس على حفة الهاوية تعالوا نتحالف ونتكاتف إن إحنا أي حد جنبه حد في حال اكتئاب يسارع إن هو يساعده غرقوا المكتئبين بالكلام الحلو تعالوا نعمل مبادرة مبادرة كلمة تداوي كلمة كلمة تداوي كلمة تداوي جرح في القلب كتروا الكلام الحلو كتروا الكلام الإيجابي أول ما تلاقي حد مكتئب قل له كلام إيجابي عنه وردده لغاية ما يصدقه وخليه يعمل حاجات كويسة ساعده ومدله إيديك بأول حاجة كتروا الكلام الحلو وكلمة تداوي كلمة تداوي جرح في القلب الحاجة التانية لو سمحت خلي جزء من حياتك كل يوم لخدمة اليتامة يتمة القلوب وخلي جزء من خدمتك كمان للضعفاء والمساكين هتقدر تحس بإنك أنتك كل ما تعمل ده هتحس كل ما فيه بركة بتكون في حياتك كل ما حياتك هتبقى أسهل كل ما حياتك هتبقى منورة يبقى كلمة وخدمة وإيه ودعاء في عتمة يبقى كلمة وخدمة ودعوة في عتمة يعني دعوة بالليل كان سيدي الإمام الشفعي كان عنده سنة كده يعمل إيه؟ يتصدق صدقة حلوة يصلي صلاة الجنازة على من لم يصلى عليه من المسلمين أنت كمان ممكن تعمل كده تدعي بدعوة صالحة في جو في الليل للمساكين اللي محتاجين كفالة أن ربنا سبحانه وتعالى يكون معهم وهو تستهين بالدعاء الدعاء ده هيخلي في فرجة ربنا يكتبها لحد ويا سلام لما تدعي الواحد وانت عارف أنه محتاج لهذا الدعاء الدعاء ده مستجاب يبقى ثلاث حاجات أنا أظن لو حفظنا عليهم هترجع حياتنا تاني ندوق فيها حلاوة التكافل اللي هو الباب الواسع من مدد ربنا لقلوبنا كلمة وخدمة ودعوة فعتمة يا رب اجعلنا من أهل التكافل عشان ندوق حلاوة مددك وحلاوة السعة أرزقنا لما نكون سبب من أسباب الوسع على الناس يا رب تجلى علينا باسمك الواسع واجعلنا سببا رؤية هذا الوسع على عبادك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بينامج ولا تعسره سنجيب عليها ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر